لا يزال ما حدث صبيحة السادس عشر من يوليو الماضي عالقا في أذهان أهل جزيرة الوراق الأمر الذي انعكس على حياتهم اليومية وحذرهم وترقبهم لما هو آت خاشية من عودة الشرطة لتنفيذ ما توارد إليهم من أنباء عن مخطط لإقلاء الجزيرة بأكملها ففي هذا اليوم السادس عشر من يوليو الماضي اقتحمت قوات الأمن جزيرة الوراق لتنفيذ قرار بإزالة سبعمائة من المباني تقول الحكومة إنها مخالفة ما أسفر عن اشتباكات بين الشرطة والأهالي المشاة المتشبثين بالأرض أدت إلى مصرع مواطن وإصابة العشرات من جانبه قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة إن الاجتماع الذي عقده مع أهالي جزيرة الوراق يأتي للوقوف على أسباب الأزمة ومحاولة حلها بكل طرق واعدا إياهم بمفاجأة سارة يوم الأحد المقبل فلنتابع في الوقت دون رجال الشرطة قالوا طيب يجد أن نتعاون وأن الموضوع دا يتم معنا خير بدون احتكاك بين الأهالي والشرطة وقولنا ما فيش مشكلة حين كنيننا في قريب واحد مركب واحد ونقف مع بعض ونتأمم الإزالات بأيدينا بشرط إن أي بيت فيه مسكن أو فيه حياة كاملة لأي مواطن ما نقربش منه لحين وجود البديل يشوفوا لنا المرافق اللي هم عايزينها وإحنا نساعد فيها لو على المجاري إحنا نساعد فيها حاجات كثيرة لو هم عايزيننا نساعد فيها إحنا موافقين إنما إحنا نطلع بره بص الدنيا دي كلها روحها في الجزيرة دي لكن قلنا لهم طيب إحنا دلوقت قاعدين في بيوتنا وأرضنا ملكنا وهنعيش فيها وهنموت فيها لو أنت عندك مشروع تطوير أقعد معي أقول لي هتعمل إيه أنا هساعدك بس في نفس الوقت مش هطلع من بلدي أنت عندك مشروعات أنا ما عندناش مانع إن الدولة تخطط مناطق للاستثمار والكلام ده كله